فكرة الصفر لبلد تانية تقدر فيها تحقق أحلامك وطموحاتك ما فيهاش مشكلة بس المهم تكون مستعد للدفع ضريبة الغربة في أي وقت وللأسف ضريبة الغربة في قصتنا النهاردة كانت المدغدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي متابعي قناة Arab Smiles معكم مصطفى طحون ودي حلقتنا السادسة من برنامجكم جرائم لاتنسى وفي حلقتنا النهاردة هناخدكو لليابان عشان نكشف تفاصيل جريمة قتل مروعة ومن الوهلة الأولى هتحس ان الموضوع عبارة عن سيناريو مترتب لفيلم انت شفته قبل كده بس دي على فكرة قصة حقيقية فعلا ورغم ان كل الأحداث بتدور في اليابان إلى اني عايز أبدأ معاكم من بريطانيا لأن حكايتنا النهاردة بتكلم عن بنت بريطانيا لينسي هوكر اللي تولد في مدينة كوفنتري يوم 30 ديسمبر 1984 وتميزت بتفوقها الدراسي في شعبة البيولوجي في جامعة ليدز ده غير الشعبية الكبيرة اللي كانت بتتمتع بيها جوه الحرم الجميع كانت عارفة كويس قوي ازاي تكون نكحة في الحياة العلمية وكمان الاجتماعية وكانت بتتميز كمان بحب اللي استطلعه وتجربة كل ما هو جديد خطتها للسفر واكتشاف العالم خلاها تأجل دراستها للماجستير لمدة سنة وتحديدا في أكتوبر 2006 لما تقدمت بطلب توظيف لمدرسة نوفا باليابان وبدأت رحلتها لليابان بعد فترة بسيطة عشان تكون بالفعل مدرسة لغة انجليزية في أكبر مدرسة باليابان اتعينت لينسي في مقاطعة كويوا وهي مقاطعة موجودة في أحد أحياء توكيو اسمها طبعا اسمه حي إيدو جاوا بمرور الأيام بدأت تتعرف على أماكن كتير في اليابان وده اللي خلاها تتنقل لمنطقة جديدة اسمها تشيبة لأن الإيجار هناك كان أرخص بكتير من المكان الحالي وبالفعل أغارت شقة مع اتنين مدرسين تانيين كانوا شغالين في مدرسة تانية كانوا متعاونين معاها إلى حد كبير علشان كده زي ما قلنا في أول الحلقة لأنها كانت اجتماعية قدرت بعد مرور فترة بسيطة يكونوا أصدقاء جيدين كمان بدأت تتأقلم على الوضع الجديد ولكن ده ما يمنعش النجواها لسه حنين لوطنها وعيلتها والأصدقاءها وكانت حريصة دايما على الاتصال بيهم من خلال سكايب أو فيسبوك بعد ست شهور من الإقامة في توكيو وتحديدا في مارس 2007 تعرضت لينسي لموقف غريب يومها بعد ما خلصت شغلها في المدرسة وهي رجعة لمحطة شيبة اللي كانت بتركن العجلة بتاعتها عندها قرب منها راجل شكله مريب عشان يقدم لها نفسه على أنه أحد طلابها اللي بياخد دروس لغة إنجليزية داخل المدرسة ساعتها حست لينسي بالحيرة من الموقف الحالي لأنها كانت متأكدة أنه مش واحد من طلابها وكان ردها بسيط وقررت أن هي تبعد عنه وقالت له أن هي متأخرة حاليا ولازم ترجع للبيت وتأسفيت له في الآخر لكن الغريف في الأمر أنه ما سابهاش في حالها وفضل يتبعها لحد ما وقفها في أحد الطرق ورغم محاولتها في الاستمرار في قيادة العجلة بتاعتها ومحاولة الهروب منه إلى أن الازدحام اللي كان في المدينة خلاها تقف بين كل حين والآخر وده خلاه يتبعها لحد البيت بدعم سألها الشاب عن البلد اللي جات منها وعن دراستها بشكل عام ولكن برضو رفضت التعليق على كلامه وأمرته أنه هو يرجع من المكان اللي جي منه وعشان يبدأ يصير اهتمامها طلب منها أن هي تديه الدروس في اللغة الإنجليزية مقابل مبلغ هيدفعه له عن كل حصة في الدرس واقترح أنه يقابلها في المقهى ولكن لينسي أيضا رفضت عرضه مرة تانية واعتذرت له أن جدول عملها طول الأسبوع أو طول الفترة اللي جاية مشغول جدا حس الشاب بخيبة أمل ولكن إصراره خلاه يحاول معاها مرة تانية وبلغها أنه عشان بسبب مطردته ليها في شوارع تشيبة وطلب منها بس تديه لكم بيت مياه وعلى مضد وفقت لينسي أنه يدخل معاها شقة لسببين السبب الأول أنه يعرف أنها مش سكنة في البيت لوحدها وأن ليها ناس تتحامى فيهم اللي هم أصدقائها في السكن وأيضا يبدأ يكش منها شوي والسبب التاني وهو أن زملائها في الشقة يشوفوا شكله بحيث لو ضيقها في المستقبل يقدروا يتعرفوا عليها ولما دخلوا الشقة على طول عرض عليها مرة تارية أنها تديه درس في اللغة الإنجليزية مقابل 32 دولار للحسة الوحدة والمبلغ طبعا أغرى لينسي وخلاها توافق أخيرا ووعدته أنها تقابله في المقهى بعد أيام وكان الشاب ممتن كتير لقبوله للعرض وقبل ما يسيب الشقة خرج ورقة وقلب من جيبه وبدأ يشخبط وما هي إلا لحظات وكان راسم لينسي وتحت الرسمة موجود تليفونه وعنوانه فيطرى مين الشاب ده وإيه حكيته تاتسيا إتشيهاشي شاب ياباني عمره 28 سنة من مدينة إشكا والموجودة في محافظة إتشيبة كان أبوه شغال دكتور في مستشفى محلي بمدينة تشيبة بينما كانت أمه أو والدته شغالة طبيبة أسنان في سنوات الأولى حلم تاتسيا أنه يمشي على خطى أبوه ويكون دكتور ولكن فشلوا في اجتياز الامتحنية باستمرار حرموا من الطموح ده قرر بعد كده أنه يغير من طموحه لحد ما حصل على درجة علمية من قسم البستانة وده لما تخرج من جامعة شيبة سنة 2005 وعلى الرغم من حصوله على شهادة عليا إلا أنه ما فكرش أبدا أنه يتعب نفسه عشان يدور على شغل في نفس المجال الأغرب كمان أنه قاعد فترة طويلة أبوه هو اللي بيصرف عليه وكان ما خصص له مبلغ 920 دولار شهريا ما كانش عنده أي إدانات سابقة مع القانون أو أحكام سابقة رغم أنه قبل كده تم اتهامه في جريمة سرقة واعتداء على امرأة في الشارع ولكن تم تسوية الأمر خارج المحكمة وده لما اضطر والده أنه يدفع للست المعتادة عليها مبلغ 10,000 دولار بس عشان تتنازل على المحتر 24 مارس 2007 كان معاد أول درس بين تاتسيا ولينسي داخل المقهى صورت كاميرات المراقبة الخاصة بالمقهى لينسي وتاتسيا وهم وقفين مستنين المشروب الخاص بهم وظهرت لينسي مرتاحة نسبيا ولكن كانت بتبعد عن تاتسيا كل ما حاول يقرب منها زياد عن اللازم استغرقت أول حصة اللغة الإنجليزية حوالي ساعة وفي نهاية الحصة اعتذر تاتسيا لمدرسته لينسي أنه نسي يجيب فلوس الحصة الحالية وطلب منها أنها تيجي معاها لشقته اللي ما تبعدش كتير عن المقهى اللي هم عاديين فيه دلوقتي وبالفعل وفقت لينسي وراحت معاها في تاكسي وبعد ما نزله طلبت من سواق التاكسي أنه هو يستنيها علشان ترجع معاها بعد ما تستلم الفلوس ولكن انتظاره كان بلا جدوة وفي اليوم التالي غابت لينسي عن المدرسة لأول مرة والأسوأ من كده أنها كمان غابت عن السكن اللي هي عايشة فيها ودل لحظة أصدقائها في السكن ومن قطر القلق عليها خلاهم يبلغوا الشرطة فورا مرت الأيام من السبت للحد الاتنين وبدأت عيلة لينسي وأصدقائها أيضا في بريطانيا يسألوا عن سبب غيابها وده لأنهم كانوا متعودين على التواصل معاها يوميا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ القلق زروته صباح يوم الاتنين وكان اليوم التاني على التوالي اللي تغيبوا لينسي عن المدرسة اتصلت إدارة المدرسة بوالديها في بريطانيا عشان يبلغوهم أن لينسي متغيبة عن المدرسة لمدة يومين وربعا وكمان المدرسة نفسها بلغوا الشرطة اللي ساعتها اتعاملوا مع الموضوع بمنتهى الجدية مع تأكد اختفاءها لفترة طويلة بدأت جهود البحث في منزل لينسي وكان رفقاءها الاتنين في السكن أول من استجوابتهم الشرطة والحسن الحظ كان عندهم مشتبه بيه لأن كانوا عارفين إن هي آخر مرة ظهرت فيها كانت هتقابل الشاب تاتسويا في المقهى وإنها قبل ما تخرج على طول كانت سايبة الورقة اللي تاتسويا رسمها فيها وكان كاتب تحت رقم تليفونه وعنوانه زي ما قلنا في لغة وبالفعل اتجهت الشرطة المنزل المشتبه فيه ولكن البيت كان فاضي ما فيهوش حد وده اللي خلى واحد من الجيران يسمح للشرطة إن هما يدخلوا من شباك بيته وعشان يكونوا قريبين من بيت المشتبه فيه من الخارج لاحظت الضبيتين إن البيت كله ما فيهوش أي إضاءة ولكن شكوا أو حسوا إن فيه واحد جوة الوقت ومن قلقهم من وجود احتمال مقاومة من الشخص المطلوب وإن اللي انسي معاه جوة قارة هنا طلب الضبيتين دعم إضافي من الشرطة وفي خلال أربع ساعات نضم ليهم 15 واحد من أفراد الأمن علشان يبدأوا مرحلة اقتحام المنزل وأثناء الاقتحام ظهر تاتسيا لابس شنط الظهر وفر هاربا من الشرطة قبل ما يلحقوا حاول الشرطة إن هما يتبعوه وإن هما يقبضوا عليه ولكن فقط حصلوا على شنطة الظهر اللي كان لابسها واللي صعب عليهم الجري وراه إن ممرات البيت كانت ضيئة جدا وبسبب افتقاد الشرطة لأي أجهزة لاسلكية فتم فقدان المجرم في وسط مدينة توكيو وكأنه فس ملحو ده بعد فشل الشرطة في العصور على المجرم في أي مكان من أنحق توكيو الزباط اللي بيحققوا في مصرح الجريمة لقوا مشهد مروع عصر عليها رجال الشرطة في حوض الاستحمام الخاص بالجاني واللي نقلوا بنفسه للبلكونة والحوض كان عبارة عن جثة لينسي ومليان بالرمل والتراب اللي غطى الجثة بالكامل وكانت الجثة أيضا مربوطة بأشريطة بلاستيكية وكانت الكدمات منتشرة في الجزء العلوي من جسمها احتوى الحوض أيضا على مادة كيميائية بتساعد في سرعة التحلل بالإضافة ليه بزور الظهور اللي حطها الجاني عشان تتغذى على جسد الضحية وجد كمان المحاققين ممتلكات الضحية متبعترة في كل مكان في القوضة وفي صباح اليوم التالي كان القاتل اتشاهاشي مطلوب في جميع مراكز الشرطة باليابان واللي وزعت ملصقات في جميع أنحاء المدينة وظهر وشه في النشرات الإخبارية كمان وعلى الرغم من كل الجهود دي إلى إن الجاني لسه مختفي وتحولت فترة اختفائه من أسابيع لشهور لحد ما وصلت لسنتين الشيء اللي أحبط عيلة المجنة عليها لأنه بالإضافة للألم اللي سببه لعيلة المجنة عليها لينسي إلى أن عدم العصور عليه لحد الوقت زادهم ألم أضعاف أضعاف تهمت عيلة لينسي الشرطة اليابانية بالتأثير في تحياتها وده اللي خلاهم يسافروا من بريطانيا لليابان بعد أشهر من وفاتها وكانوا يأسين من أي تقدم ممكن تعملوا الشرطة اليابانية في التحيات لدرجة أنهم طلبوا من المافيا اليابانية أنها تساعدهم ومع مرور الأيام بدأت دائرة الضوء تحوم حوالين الشرطة اليابانية نفسها إزاي سمح كل العدد ده من ضباط الشرطة أو من أفراد الأمن لفرض واحد بس أنه يهرب منهم بسهولة دي وليه قعدوا شهر كامل لمجرد أن هم يستجوب الشهود وهل كانوا عارفين أن ملصقاتهم للمجرم المطلوب كانت عبارة عن صورة ليه من سبع سنين كل ده أصار الجدل بين عيلة لينسي والشرطة اليابانية وأيضا انضمت ليهم الصحافة اليابانية والبريطانية وأثناء كل ده كان المجرم حر طليق بيتنقل ما بين مدن اليابان وخلال الفترة دي كلها عاش تاتسيا في مقاهي الإنترنت ويشتغل كمان في مواقع البناء عشان يقدر يحصل على الفلوس اللي يقدر بيها يعمل عملية تجميل تغير ملامحه وبالفعل قام بتغيير ملامح وشه كليا من ساعة ما بقى مطلوب رسميا للعدالة وبحلول صيف 2009 رفعت وكالة الشرطة الوطنية المكافأة اللي هيدل على أي معلومة عن الجاني من مليون إلى عشر مليون ين ياباني وأصدرت بيان جديد بتوضح فيه أن الجاني عمل عملية تجميل عشان يغير ملامحه في أكتوبر 2009 أخيرا حصلت الانفراجة وده لما جرح تجميل في مدينة ناجويا أبلغ الشرطة أنه أجرع عملية تجميل لشخص ما وبيعتقد أن تاتسيا كان زبونه وبعت لهم صورته قبل وبعد عملية التجميل نشرت الشرطة الصور الجديدة في كل مكان وده اللي خلى واحد من مدينة أوساكا يتعرف عليه عرف ساعتها تاتسيا لما حص بخطر أنه لازم يخرج من مدينة أوساكا حالا وفعلا في 10 نوفمبر سنة 2009 هرب سرا لميناء أوساكا بعد 3 أيام من التخفي في العبارة اللي كان اسمها تاكا ناو ولكن لسوق حظه قبل ما يوصل للقارب اتعرف عليه عامل من عمال المينة وبلغ الشرطة فورا وبالفعل حضروا بعض لحظات بسيطة عشان يقبضوا على القاتل الهارب وهنا عرف تاتسيا أن ده الفصل الأخير من مصرحية القط والفار وأنه هو بيستعد حاليا عشان يدفع لكل الفواتر القديم في البداية اتوجهت لطهمتين الاغتصاب والقتل واعترف القاتل أنه حاول لاعتداء على الضحية لينسي داخل بيته ولما لقى مقاومة كبيرة منها قرر يقتلها في الحال قبل ما يسمعوا الجران وفي يوم 21-11 سنة 2011 تم الحكم على القاتل اتشاهاشي بالسجن مدى الحال وعلى الرغم من أن عائلة لينسي طلبت بحكم الاعدام على الجاني إلى أن المحكمة قدرت أن حالة الجاني ما يستدعيش الحكم عليه بالاعدام وده لأن ما كانش عنده أي إدانات قانونية سابقة أثناء فترة سجنه قام تتصع بتأليف ونشر سيرة ذاتية بيعترف فيها بتفاصيل أتلو لينسي وشرح إزاي قاعد عامين ونص هربان من العدالة لحد ما تقبض عليه الكتاب اللي عمل أرباح كبيرة جدا بعد ما وصلت مبيعاته لمية ألف نسخة على مستوى العالم وده اللي خلاه يعرض على عائلة لينسي الاستفادة من الأرباح دي ولكن طبعا رفضوا الموضوع لأن ما فيش أي حاجة في الدنيا لا فلوس ولا غيره تقدر تعود أب وأم عم في إقدام بدهم وفي نهاية حلقتنا بشكركم على حسن استماعكم مع وعد بلقاء جديد إن شاء الله على قناة أربس مايلز وبرنامجكم جرائم لن تنسى سلام عليكم لو عجبتك الحلقة دي دوسوا اللايك ولو عايز تتابع حلقات تانية من برنامجكم جرائم لن تنسى انزل تحت اشترك في قناة أربس مايلز وفعل الجرس ترجمة نانسي قنقر